ثلاثة أيام تفصل رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد الشياع السوداني عن اتمام فريقه الوزاري في ظل آمال شعبية بإقالة المحافظين الذين أخفقوا بعملهم واستبدالهم بآخرين بعيدا عن مبدأ المحاصصة لا مجال للتكهنات حول الكابينة الوزارية للسوداني فقد بانت ملامحها منذ إعلان البرنامج الحكومي ثلاثة أيام هي الفاصلة بين مفتاح اختيار الوزراء لباب أغلق لمدة عام كامل وسط دعم محلي ودولي للإسراء بتشكيلها هذا اختبار حقيقي للحكومة إذا أصلحت الفساد قضت على الفساد فالشعب كله رح يرحب بها فهذه فرصة تاريخية لحكومة السوداني أن يكون يضرب بيد من حديد ويغير على الأقل أول ستة شهر لازم نشوف احنا تغيير جذري وبوسط اختيار الحكومة الجديدة تأمل الأوساط الشعبية في الاهتمام بواقع المحافظات والعمل على إقالة المحافظين الذين لم يستطيعوا النهوض بواقع المحافظات من مشاريع خدمية أو حتى تحسيني الواقع المعيشي يعني نشوف احنا هذا المحافظ الذي يجي قبل أربعة شهور يقولوا حنطونا مجال خلال هاي الأيام القادمة وقع نشوفه ينزل للشارع وقع نشوف شيء شغل ملموس وعلى مدى الناس تتأمل وتقول يابا هذا المحافظ والدعمة وسانتة بس المحافظ اليوم ونحن نقع نشوفها لابس قاط وينزل للشارع وقع نقطق صور ويه العالم والعالم مو بحاثة هاي هاي سارة قديمة إنه بس مجرد ياخذ صور أو ينشر لا شفنا خدمات لا بلط شارع لا سوى شو كل شو ما كان هذا المحافظ مجرد مخلينا بس ياخذ صور ويستعرض كل شو ما ابتهمنا من عنده خلال أربعة شهر لا شفنا سوى خدمات هاي الشوارع كلها نفايات تبليط ماكو دوار الخدمية كلها ما يدوجهها ولا شكل شو ماكو بس يش مجرد اسمه محافظ السقط القادم موعد اختيار الكابينة الوزارية للحكومة المكلفة وآمال شعبية بالنهوض بواقع المحافظات زيدي الشهيبة رابعة بابل اشتركوا في القناة